طيب اللفظك زاكن عامر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب واسمها إشراقة قلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة بورشبان تعليمية مرحبا بكم في الدرس الأول من التزكية وهو الإسلام عقيدة وشريعة الإسلام هو عبارة عن عقيدة وشريعة عقيدة يعني ذاك شريطة تعتقد بهنتايا وذاك شريطة تآمن بهنتايا وشريعة بمعنى الأحكام الأحكام مثلا أنا يا تنآمن بالصلاة هو راكين حكم ديالها في القرآن الكريم شرع الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني شريع يعني خصني أنه يعني شريعة أنه كين وخصني ندير به خصني نصلي إذن عندنا جوج ديال الاستشهادة الاستشهادة أول من صورة الحديد لتقول لنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هنا يا أشنو العلاقة بين هذه الآية وبين العنوان ديالنا أو الدرس ديالنا العلاقة بينهم وهو أن آمنوا بالله ورسوله آمنوا بمعنى اعتقدوا بوجود الله وكذلك أنه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أنفقوا بمعنى أن نقوم بتطبيق الحكم أو تطبيق الشريعة التي تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الإنفاق آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الذين آمنوا اعتقدوا بأن الإنفاق فيه خير كبير ودرجات عليا عند الله سبحانه وتعالى وأنفقوا بمعنى طبقوا هذه الشريعة طبقوا هذا الحكم لهم أجر كبير نشوفوا الآية الثانية التي عندنا في نصر الانطلاق الثاني الذي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مآب آمنوا بمعنى اعتقدوا الذين آمنوا بمعنى اعتقدوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات عملوا الصالحات بمعنى قاموا بتطبيق جميل الأحكام التشريعية فطوبى لهم وحسنوا مآب طوبى لهم بمعنى سيكون لهم بمعنى هنيئا لهم وحسنوا مآب بمعنى سيكون لهم درجة عليا في الجنة إذا ندخلوا الدرس دينا اللي هو الإسلام عقيدة وشريعة نجاوه للتعارف إذا نفهم العقيدة لغة ما عقد عليه القلب بمعنى ما آمن به القلب يعني الأشياء التي أمن بها الإنسان واستمسك به صاحبه يعني تمسك به واستراحا وحدانية الله وألوهيته وربوبيته أتصدق بالجازم بوحدانية الله أن الله واحد أحد قل هو الله أحد الله الصمد وألوهيته وربوبيته ولوهيته أنه هو الإله وهو إلهنا هو الذي يجب أن نعبده وأن نقدم جميع العبادات له هذا المقصود بالألوهية بمعنى أن نعتبر الله سبحانه وتعالى إلى هنا فنتعبده أما الربوبية بمعنى أنه هو مربين إذا أردنا أن نشكر علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى لأنه هو مربين هو من يعطينا الطعام والماء والملبس والمسكن إلى غير ذلك من الأرزق إذا الألوهية خصنا نعطرف بإله وجميع العبادة نجهها له والربوبية خصنا نعطرف بأن النعم كلها من عند الله سبحانه وتعالى ليس من عند شحد أخر إذن الصديق الجازم بوحدانية الله وألوهية وربوبية وأسمائه وصفاته كذلك أمن بجميع الأسماء اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن واللي ذكرها كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته تنأمنه بغير صفات صفات مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة مع الإيمان بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع والبصر ما كنت شيء حاجة بحال الله سبحانه وتعالى المصحوبة بالعمل والصفاته المصحوبة بالعمل بمعنى أنني أنا تنعتقد شيء حاجة خصن خدم العمل صالح وتقوم على أركان الإيمان ستة بمعنى أركان العقيدة هي نفسها أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن نفسها الأركان ديال العقيدة يعني في الامتحال الجاوي لقالوا لكم أشناء الأركان ديال العقيدة بنت تقولهم أن تعتقد بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتعتقد بالقدر خيره وشره نجي أدرك المفهوم ديال الشريعة أشناء هي الشريعة لغة هي الطريقة والمنهاج يعني مني تنقول الشريعة بمعنى الطريقة والمنهاج والصراحة هي التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات والأخلاق ونظم الحياة لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبغيره ومحيطه إذن هذه هي الشريعة الشريعة هي ذلك الأحكام اللي انضمت لنا العلاقة بيننا وبالريوصنا وبالنه وبالآخر وبالله سبحانه وتعالى نجي أدرك نشوفو العلاقة علاقة العقيدة بالشريعة طبيعة الحالة بتكون علاقة تكامل وطرابط تجمع العقيدة والشريعة علاقة تكامل وطرابط الاقتران الإيمان بالعمل ما يمكنش تقولي أنك أنت تتعتقد وتتأمن بشي حاجة ومتت الدراج ما يمكنش الاقتران الإيمان بالعمل الصالح إذ لا تستقيم حياة المسلم ولا يكمل إيمانه إلا إذا وافق اعتقاده عمله بمعنى أنت تتأمن بشي حاجة ره ضروري تدير بها بمعنى أنه كين حكم فيها وبالتالي العلاقة بين العقيدة والشريعة هي علاقة ترابط وتكامل إذن من خلال هذه العقيدة علاقة العقيدة بالشريعة نولي تستفد أن حصول الإنسان بين الإيمان والعمل الصالح حصول الإنسان اللي هي علاقة ترابط وتكامل بمعنى حصول الإنسان بين الإيمان والعمل الصالح وكذلك عبادة الله طبقا لما شرعه مع الابتعاد عن الخرافات والمنكرات نشوف وظيفة العقيدة والشريعة في بناء الإنسان دور دي العقيدة والشريعة في بناء الإنسان إذن من بين وظائفه نشر قيم العدل والمساوة والحرية يعني أنت يمن تتعتقد بهذا الأمور والسلم والتعايش بين السائر البشر تتولي الحياة ديلكم زيانة كذلك تكون مجتمع صالح معتز ومتشبث بعقيدته وشريعته وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيب اللفظك زاكن عبر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر اشتركوا في القناة